السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله الامر دي لكم تكون باخر والاخير ويلقاكم هاد الفيديو في احسر الاحوال منسبة الفيديو دي لما ان شاء الله جيت باش نحضر لكم البطبوط كي يجي من فوخ وناجح 100% خصوصا الاخوات المبتدئات اللي طلبوا مني انني نحضر لهم هاد البطبوط بالطريقة دي لانهم كانوا كيشوفوه في الروتين كنت كان حطوه في الوجبة دي الفطور او الوجبة دي القدي وكيبليهم من فوخ وطلبوني انني نوريهم الطريقة اللي كنصوب بها انا البطبو وكي يجيني دي ما من فوخ هنا شحمية في المياه فاغير تابعوا معي الطريقة بالضبط وان شاء الله غادي نجح معكم حتى انتم ما فان هنايا غادي نجنب العجانات قدروا تعجنب اليد دي لكم فاغتي تنايا المول ديال او الاناء ديال العجانة درت فيه جوج ديال الزلايف ديال دقيق الفورس وضعت فيه زلافة ديال دقيق القمح اي الدقيق ديال فينو ودرت فيه معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ديال العجانة كيف ما كتعرفوه بالنسبة للجورة بردبة فكن ضيفوه معلقة لكتكون عمره بزاف ودرت نصف ملعقة ديال الملح وضعت الكلباشي تعجن في العجانة فاول حاجة كنديرها هي كنخلط هادوك المكونات الجافة مع بعضياتها حتى كتخلط كاملة مباشرة كنبقى كنضيف الماء فبالنسبة لما حاولوا ما تضيفوش الكيمياء كتيره وانتم ما كتعجنوه فحاولوا انكم تبقوا كتضيفوه الماء شوية بشوية وانتم ما كتعجنوه من طبيعة الحال غادي كل مدى في من اللي كتجمع لكم العجينة فهدا وسر باش يجيكم البطبط ديالكم غزال بزاف ومنفخ وكيجي نفشفش كيف ما كنقولو فضروري انكم تبقوا كتضيفو كيمياء ديال الماء وانتم ما كدلكو حتى كدلكو زيان ديال العجينة وكتعاودوا تضيفو كيمياء اخرى ديال الماء فبالنسبة لي انا فعساليا نبقى كنضيف الماء واندلك حتى كنحصل الى واحدة العجينة اللي كتجي رطبة متمسكة فغادي تجمع لكم العجينة تشوفو معايا كيفاش كيفاش كتكون العجينة بعد ما غادي تدلك فان هنايا غادي نخليها تدلك من طبيعة الحال وهدا وشكل ديال هاكي فيما كتشوفو بعد ما تدلكت فكتجي هكا رطبة بزاف فما تخافوش منها فما كتكونش كتتلصق في اليدين فكتبلكو هكا رطبة ولكن كيجي بها واحد الخبز اللي رائع بزاف مباشرة رشيت سطح العمل بشوية ديال تقيق الفرص وكان وضع العجينة ديالي فكيف ما كتعرفو عليا ضروري واخا كان ديال عجينة في العجينة فكان دلكها باليد ديالي واحد شوية فان هنا غادي نحبس تصوير ومشيت كيف ما شوفها مشيت دلكتها ورجعت لكم كيف ما كتشوفو كتولي رطبة بزاف سوف نرش سطح العمل بها الطريقة بشوية ديال تقيق وغادي نقسم هاد العجينة ديالي الى كويرات فبنسبة للبطبوط كيبقى دائما الحجم على حسب لانتو ما شنو بغيتو فبنسبة لانا غادي ندير الحجم ديالو شوية كبير هاد البطبوط كيف ما كتعرفو عندي نقلة كبيرة ففضلت انني ندير بطبطات ليهو مكبه مباشرة بعد ما قطعت العجينة فغادي نشكل كويرات على هاد الشكل فانبقى كننرش شوية ديال تقيق الفورس وانا كنجمع هادك هادك العجينة بها الطريقة حتى كننحصل عليها على شكل كورة اللي كتكم تساوية وغادي نمشي نحطها فوق فوق البطاجي وغادي نرشها بشوية ديال تقيق فبنسبة لالعاجي اللي سولتون عليها احتى هي ديال او الخبز ديال الضار فكندير نفس المكونات غير هي كنضيف جوج ديال معلق كبار ديال الزيت او لمع القاعلة حسب انتو ما شنو بغيتو فبنسبة الزيت كيعطي واحد الرطبة او كيجي الخبز ديال الضار ارطب بزاف وفنفس الوقت كيعطي واحد اللون دهبي الخبز كيجي زوين بزاف سوف هنا يبعد ما كورت الكويرات فكن اخذ واحد المين ديال وكنوضع هاد الكويرات فعندكم جوج ديال الاختيارات فتقدرو تكوروا الكويرات وتحطوهم وتغطيهم وتخليوهم مدة طويلة حتى كي يخمروهم مزيلا مباشرة كتمشي بكتبسطوهم وكتطيبوهم في البلاثة او لا بالنسبة لطريقة المعتمدة عندي شنو كندير انا فكنخليوهم يرتاحو واحد خمسة ديال تقيق ومباشرة كمشي كنبقى كنقرس فيهم وعاد غادي نخليهم باش يخمروهم زيان غادي نغطيهم ويخمرو ومباشرة غادي مشي باش نطيبهم فكي بقى لكم دائما الاختيار تختاروا شنو بغيتو فبالنسبة لي انا ما بقيتش كان دلك كان نطلق هاد العجينة ديالي ديال البطبوط باليد فدائما كان استعملت لك لانه كي يساعدني فكي كتربحي بزاف ديال الوقت وفي نفس الوقت كيف ماشتو فكي يطلق لكم العجينة بكل سهولة فكي نوضع كيف ماشتو هديك الكورة ديال البطبوط او الخبز ديال البطبوط مباشرة كان نطلق بهاد الشكل الجوج ديال مرات صافي كان حدد لك وكان مشي كان نحاول انا ننقد البطبوطة ديالي ملجا وعني بلا كانت معوجة فكي نحاول انا ننقدها بعد نوريكم السمك اللي يخصكم تحصلوا عليه ديال البطبوط فانا بنسبة لي كنخلي دائما هاد السمك كيكم توسط ما كيجينيش البطبوط رقيق بزاف وما كيجيش غلط بزاف فكنخليه بهاد طريقة وفي نفس الوقت كان نحطو الوجبات ديال الفطور او الا القوتي او لا يلا كنت بعد المرات مزروبة وما عنديش الوقت باش نطيب شي شي حاجة الوجبه ديال العشاء او لا الغضاء فكنصوب به ديسون دويتش كي يجيال بلات غزال بزاف فكنتمنى انكم تجربوا في علان هاد البطبوط وغادي تولي ان شاء الله دائما غادي تعجني فبنسبة لي انا دائما كان نجنو وكنخليه في تلاجة فبنسبة الاخوات اللي غادي يسولوني كيفاش كان احترفت به في تلاجة فكناخد كله كله ثلاثة او لكله جوج ديال البطبوطات وكلويهم في البلاستيك الغذائي وكانوضعهم في تلاجة فكنبحتاجيت البطبوط كنج بدو كنسخنوه كيرجع بحالي لي الله عجنتي فبنسبة لي خليت البطبوط حتى خمر ومن بعد سخنت المقلاة وكنوضع البطبوط ديالي باش يطيب والسير الاخر باش يجعل لكم هاد البطبوط كيتنفخ فحاولوا دائما من لي توضعوا البطبوطة فوق المقلاة فحاولوا ديما انكم ما تخليوهاج حتى تدير ديك الفقاعات فايلدرت لكم الفقاعات كنو متأكدين انها ما غديش تنفخ لكم فكي اللي غدي تنفخ لي غير النص وكي اللي ما غديش تنفخ بصفة نهائية فحاولوا دائما من لي تحطوا العجينة ديالكم كتخليوها غير شوية يلا يبانوا لكم الفقاعات بغوا يبانوا فكتحاولوا انكم تقلبوها وتخليوها حتى كتكتب شوية من الجهة الاخرى فمن لي كتقلبوها فكتحاولوا تجهدوا النار وكتخليو الوطبوط ديالكم طبعية الحال حتى كيتحمر فغادي تشوفوا معايا من لي قلبتوا المرة الثالثة فهنايا غدي بدا كيتنفخ ولكن شي شي دقيق اللي لسق بزاف وكي بل لكم فحاولوا انكم تسوسوه باليد ديالكم فكيتحاولوا بسهولة وكيف ما كتشوفوه البطبوط كي يجي من فوق وكي يجي ناش حمية في المياه فان شاء الله هالطريقة ديالي تتعجبكم ان شاء الله خصوصا البنات المبتدئات اللي طلبوني على هاد الفيديو طفي مباشرة كنقلبوه وكنخليه حتى كي طيب وكيتحمر من الجهة الاخرى فبنسبال الاخوات اللي غدي يسولوني على ما كيتنفخليهم غير النص ونص الاخر كتكون فيه شي تقب لك يخرج في ذاك البوخة فكتاخدوا فقط شي من ديل وكتحاولوا انكم تسدوا هادك التقب او لا كتاخدوا ملعقة وكتحاولوا انكم تضغطوا على هادك التقوب فوريتكم هنا يا الطريقة او لا مازال ماوريتها لكم فكتحاولوا انكم تضغطوا على هادك التقوب وفي نفس الوقت كتنفخليكم هدك البطبوطة ديالكم وهناي بعد ما كيف مشو بعد ما تنفخات ليه وتحمرت من الجوانب فكنا حاول نوقفها بهات طريقة باش كطب ليه من جناب كاملة كيف ما كتعرفوا مليكة تحمر من الفق او من التحت فكيبقوا هادوك الجوانب شوية وهدي البطبوطة بعد ما طابت فغديمشي باش نحطها في واحد المنديل ومطابت الحال غدي نغطيها وغادي ندوز باش نوريكم طريقة مرة اخرى فما بغيتش نصر عليكم هناي الفيديو باش شوفوا كيفاش كيجي ناش حمية في المياو وكي اللي اه بالنسبة لبطبوطة اللولة كيقول لكم ما كتنفخش لي فصرا حمليات جربوها الطريقة فكنوا متأكدين انه قاعد البطبوط اللي كين عندكم فكل شي غادي تنفخ فكتحطوها مباشرة كتخليوها غير واحد شوية وقبل ما تدير هادوك الفقاعات كتقلبوها وغادي تخليوها بطبيعة الحال على نار اللي كتكون مجهدة حتى كتطيب وكتبدأ كتتحمر وغادي نبقى وكتنقلبو فيها حتى كتنفخ وكيف ما ذكرت لكم فاتقدرو ايلا كانت فيها شي توق فاتقدرو انكم اضغطوه لي بالمعلقة اولا بشي منديل طف هنايا غادي نكمل كيميا كاملة اللي عندي وغادي نحاول منلي تبغي تنفخ هاد البطبوطة فغادي نقرب لكم هنايا الكاميرا باش شوفوا معيها البطبوطة منلي غادي تنفخ منلي قلبتها المرة التالتة على على الجهة اللي غادي تنفخ فيها فغادي تشوفوها معايا كيف ما قلت لكم تبعو فقط الطريقة وديرو المكونات كاملة اللي استعملت وكيف ما قلت لكم كان دير جوج زلايف ديال دقيق الفوس وزلافة ديال دقيق الفينولي هو دقيق القمح سوفي غادي نبقى نقلبها بهذا الشكل وغادي نحمرها من طبيعة الحال من الجوانب اللي كي يبانوا لكم دبا ما زال ما تتحمروش وغادي نوري لكم نجا الله شكل ديالو النهائي اما بالنسبة لطريقة انا اللي كندير منلي كان طيب كله بتبوطة فكان احتها في منديل وكان غطيها بهذاك المينديل وفق ما طيب بتبوطة اخرى فكان ديرها فوق من فوق من الاخرى فوق من الولا اللي طيبت وبنفس الطريقة كان بقى كان ديرو حدا على حدا حتى كان سليل كمية كاملة اللي عندي فهالطريقة كتخلي لكم هاداك البطبوط ديالكم اولا كيبقى لكم كيبقى لكم سخون الى كنتوا غادي تقدموه للوجبة ديالفطور او للقوتي وفنفس الوقت كيزيد كيخلي لكم البطبوط ديالكم كيوالي خفيف بزاف ارتب فهناي غادي نكمل هادا البطبوطة وغادي نوريكم ان شاء الله شكل ديالو كيف ما تشتو فكان بقى نحط وحدة على وحدة بهالطريقة وكيجي محمر شي هو منو بصراحة كيعجبني بزاف انني نعيش البطبوط لانه كيعجبني المدق ديالو خصوصا الى كليتوا في الجبة ديالفطور او للقوتي فهناي غادي نوريكم باش تعرفوا معي كيفاش كيجي البطبوط كيجي خفيف بزاف كيف ما شتو كيجي بها الطريقة كيجي ناجح 100% فهناي غادي نحلها لكم او نقسمها لكم باش تشوفوا معي كيفاش كيجي من الوصفة فهنايرا ما زال بطبوط سخون فغادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل كيجي بصراحة خاوي ورطب رطب بزاف وكيف ما تكرت لكم كندير به دي سوندويتش فكنتمنى فعلا انكم تجربوا هالطريقة وان شاء الله غادي نجح لكم البطبوط فكنتمنى ان الفيديو ديالي ومينا الاعجاب ديالكم ما تنسوش انكم ديروا ليالايك وتبرتجوا مع الاصدقاء نطلقوا ان شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته